صباح الخير لكل المتابعين نحن بفقرة الأبراج والتوقعات الفلكية واليوم رح نحكي عن دورة فلكية جديدة لشهر 12 التأسيمة تبع الشهر رح تكون رح نحكي للوضع المهني وبعدين للعاطفي وبعدين للوضع المالي واليوم رح نحكي إن شاء الله نحكي لكل الأبراج مختصر مفيد للوضع المهني ولكن بدي أذكر أنه المريخ والشمس بالقوس عطارد اللي كان بالقوس واحد الشهر رح ينتقل عند الجدي والزهرة بالميزان لغاية أربعة الشهر خمسة الشهر رح تكون عند العقرب والزحل بالحوت إذا نبدأ بالحمل سريعا المهنة فترة ضغطة إيجابية يعني رح يكون في عندك معطيات ومتغيرات وقرارات جديد من نوعها وأيضا ممكن عمل إضافي أو عمل جديد يدخل على برج الحمل الثور فترة واعدة وحكينا الشهر الماضي كان عنده ضغوطات كثير كبيرة هذا الشهر شهر 12 من بداية ورح تنتهي الضغوطات وفترة واعدة وانفراجات على كل المستويات الجوزاء تتميز هذه الفترة بالوضوح والجوزاء رح يعرف الصح من الخطأ ورح تنكشف كثير من الأمور حتى تنكشف الكثير من العلاقات المقربة قد كانت فيها نفاق ونميمة وأشياء ممكن مش يتعكس ما هو بيشتهي ويتمنى لذلك رح يكون فيه سعي ونجاح وتخلص من كل ما هو سلبي بحياتك السرطان خلينا نحكي عن الثلاث أسابيع الأولى بالنسبة للسرطان رح تحمل الطاقة وتنطلق بأكثر من اتجاه بنفس الوقت رح يكون عندك المقدرة على تجاوز المطبات وأبواب مفتوحة لأمور كثير إيجابية بحياة السرطان على كل المستويات الأسد شهر يحمل الإيجابية والشعور بالأمان فترة جيدة للتغيير على كل المستويات وحتى على مستوى القرارات وتحسين الوضع بحياتك أيضا على كل المستويات كمان وضع الحدود لكثير من الناس اللي حواليك سواء بالعلاقات الاجتماعية المقربة أو البعيدة أو زملاء العمل العذراء فترة تحمل الإيجابي أكثر من السلبي إذن فيه مطبات ولكن الإيجابي أكثر ورح يكون بمقدورك أنك تتجاوزها وأيضا بوضع الحدود للكثير اللي بيحاولوا أنه يعرقلوا مسيرة حياتك إذن فيه تقدم وحاول تستغل هذه الفترة بشكل جيد الميزان مهنيا معطيات جديدة ونقلة نوعية بحياة برج الميزان والتخلي عن بعض الأمور لحتى توصل لهدف وكمان تغيير كبير بحياتك مهنيا أو دراسيا أو على مستوى سفر أو انتقال من بيت لبيت إذن فيه أمور إيجابية رح تحصل بحياة برج الميزان وانتهاء المطبات والأمان الداخلي رح تشعر فيه بهذا الشهر العقرب رح تزداد العلاقات ورح تعمل على تعزيز ما يخدم مصلحتك والتخلص من الكثير من العلاقات السلبية اللي كانت عم بتكون واجهة إيجابية ولكن هي من الداخل سلبية عروض مهنية جديدة ارتقاء سلمات النجاح وتثبت أنك الأفضل في مجال عملك القوس شهر تعويض عن أحداث الشهر الماضي ورح يكون فيه إيجابيات عالية المستوى على كل المستويات بحياة برج القوس كمان رح يكون بمقدورك أنك تنهي معاملات قانونية أو من أي نوع بإيجابية عالية وفترة جيدة للتصالح مع بعض الأطراف الجدي بدك تستجمع كل قوتك بهذا الشهر وكل طاقتك وتكون حريص على أنه تحمي مصالحك وتحافظ على أسرارك الكواكب ضدك ولكن عطارد عندك في برجك إذن هو رح يعمل على تخفيف المعطيات اللي رح تكون من باقي الكواكب ورح تكون عندك أبواب مفتوحة على بعض المستويات خاصة المهني وبدك تستغل هذا الشهر بشكل جيد وتحاول أنه تكون منتبه لكل المعطيات السلبية اللي رح تظهر الدلو فترة تحمل التغيير والتخلص من سلبياتك أولاً والتخلص من الناس السلبيين اللي حواليك قرارات رح تكون غير مدروسة وممكن مدروسة ولكن بشكل خطأ رح تتراجع عنها بآخر الشهر أو الشهر المقبل على كل المستويات عم نحكي هذا يخص العاطفي والمالي والمهني أيضاً وأخيراً الحوت فترة تحمل التغيير على كل المستويات عندك نهايات وبدايات على كل المستويات سواء كان على مستوى عمل ممكن تنهي عمل وتبدأ بشيء جديد ممكن حتى بالعلاقات العاطفية انتهاء وبداية للعلاقات المتراجعة والعلاقات اللي كانت فيها أمور مزعجة بالنسبة لبرج الحوت بداية مشروع بداية دراسة اتخاذ قرار بالسفر شراء منزل شراء سيارة أو تغيير أثاث البيت فيه أشياء حلوة رح تصير بحياة برج الحوت على كل المستويات ولكن بنفس الوقت فيه شوية مطبات رح تحمل شوية سلبية أو تراجع نفسي عند برج الحوت ولكن فيه انفراجات أكتر إذن حكينا لكل الأبراج على المستوى المالي بمختصر مفيد إن شاء الله بكرة نحكي لبعض الأبراج بشكل مفصل شكرا لمتابعتكم إن شاء الله بكرة لنا لقائس الصباحكم صح 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 سيح مارو تنأ اشتركوا في القناة